مشاريع البناء التحتية والخدمية في صدارة المشاريع التي تؤكد عليها الحكومة في المحافظات الأكثر فقراً وفقاً لمعايير المحرومية المعتمدة في وزارة التخطيط الديوانية وصلاح الدين ومحافظات أخرى ستحظى بالدعم المالي للنهوض بالخدمات والإعمار بعد سنوات من التراجع على المستويات كافة مشاريع اللي أكثر شيء اللي ركز عليها دولة رئيس الوزراء في زيارته الديوانية طبعاً مشكوراً هي البناء التحتية لغرض النهوض بالمدينة بشكل أفضل هو أنه يجب أن تكون هناك بناء تحتية كاملة متكاملة فكانت مراجعة لجميع المشاريع لغرض الوصول بأنه المساعدة في بناء البناء التحتية في الأقضية والنواحي بشكل عام وتأثرت تلك المحافظات الفقيرة بآفة الفساد وقلة التخصيصات وانعدام الموارد المالية فيها ما تسبب بتراجع في القطاعات الخدمية المهمة لا سيما مشاريع الماء والكهرباء والتربية والتعليم التي تراجعت نسب إنجازها إلى مستويات متدنية تركيز على أعمال مشاريع المجاري ومشاريع المياه ومشاريع الاتصالات ومشاريع الكهرباء لتكون بناء تحتية أساسية زيادة تخصيصات المحافظات وفقاً لنسبة الفقر في هذه المحافظة الأولويات طبعاً بحسب الفجوات التنموية نتحدث عن فجوات التنموية في كل محافظة ووفقاً لتوجهات وزارة التخطيط فإن الحكومة الاتحادية سترفع من موازنات تلك المحافظات في الموازنة الاستثمارية بما ينمي قدراتها المالية لإنجاز المشاريع الستراتيجية والتنموية كي تلتحق بالمحافظات التي بانت فيها نتائج حملات الخدمات والإعمار وتعتمد وزارة التخطيط نسبة السكان والمحرومية في توزيع المشاريع على المحافظات لاسيما المحافظات الأكثر فقراً سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر